سيبتك هو تفكر مين تحب تقدم غسيرة زادية؟ غير الدكتور علي إبراهيم لا ما فيه سميرة موسى مثلا رفاعة الطهطاوي رفاعة الطهطاوي تقدم لا بس هو ممكن يتعامل كفيلم يعني فعلا أستاذ أبو العالي السلام وإلى الله رحمه عمل سيناريو هايل عن اسمه الحب في باريس عن دور رفاعة الطهطاوي اللي هو أصلا يعني مخريج أظهر وإزاي الرجل ده راح فرنسا مرافق لأبناء محمد علي كان بيبعت يعني محمد علي على فكرة يعني رغم أنه كانش أمي لا يقرأ ولا يكتب لكن يعني سبحان الله كان عنده دماغ عقلية غير طبعا يعني أنه حتى أولاده كان بيبعتهم فرنسا عشان يتعلمه وبعت معهم شيخ عشان فيها دراما تؤسد ألا عشان الولادي رائب الولاد أي أو أنهما ما يخرجوش عن تقاليدنا وعلادنا والدين وكده فكان أنه الحظ تم اختيار رفاعة طهطاوي اللي هو خريج الأظهر المعمم أنه روح باريس مين رفاعة طهطاوي من تيني أقولنا سميرة موسى سميرة موسى عرابي اللي هو عرابي تم تمصير الجيش المصري جيش مصري قبل عرابي كان ممنوع أنه يبقى الضباط الكبار إلا من يعني ممنوع مصري فكون عرابي هذا الفلاح اللي خارج من الشرقية يعني يوصل يبقى قائد الجيش المصري ويبقى وزير حربية ده على فكرة يعني أصله عرابي اتظلم في حتة الإنجليز طبعا لما نفوه أي وكده فحصل نوع من يعني مش عايزة أقول مش التعمية عليه ما بقاس فيه يعني ترحب بي أنه اعتبر أنه هو دخل الإنجليز مصري وما تخلمش هم كانوا يعني من بدري محضرين نفسهم سيد فادل لسه مؤمن بالعربة أنا طبعا مؤمن بالشعوب العربية اللي لازال لحد النهار ده احنا أنا بتكلم على الجزء الخاص بي على فكرة اللي هو الفن والثقافة لازال لازال لا لا مش بكلم على الثقافة ولا بكلم على فكرة العروبة همك وتكوينك هنا خلاص احنا دلوقتي صعب ونبقى العروبة زي ما كانت متصورة أيام جمال عبد ناصر لا النهار ده لابد يبقى موجودة لنحنا في منطقة واحدة استشرف إنها انتهت كانت أستاذ أسامة أعتقد لا بس نحن موجودين في منطقة واحدة وبنتكلم لغة واحدة وحتى شايف إن فيه هم عربي مشترك لسه لازم لازم حاجة يعني احنا أوروبا اللي هي بتتكلم لغات مختلفة لما عملوا الاتحاد الأوروبي وهم دول مختلفة في التاريخ واللغة وحاجات كتير جدا لأن مصلحتهم إنه يبقوا مع بعض فهو المطلوب من حتى لابد يعني لو سمحتيلي أنا مش متخصص في السياسة لكن أنا بتصور لازم مفهوم الجامعة العربية تغير وهو السياسة ترجمة اليوم الوء لا كنت مفهوم